بفضلات الشيخ هذه الرسائل أولها رسالة من المخلصون عبدالله محمد أحمد الرياض منظور أحمد قريشي أحمد حسين يقول الأخوة الموضوع يوجد بطاقات مكتوب عليه أسماء الله جل جلاله مثل هذه الصورة التي بجانب هذه الرسالة وقد ضمنوا هذه الرسالة الصورة لكسوة الكعبة وعليها آيات من كتاب الله المبين يقول وترمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام ويقول هذه فقط إشارة وما تنصحون الباعة بذلك أو من يهمه الأمر بذلك الحمد لله هذه المسألة كثرة في الناس على أوجه متعددة منها بطاقات تحمل الله وأخرى إلى جانبها تحمل محمد ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك ونحن نتكلم على هذه الصورة أولا ما فائدة تعليق كلمة الله فقط محمد فقط إذا كان الإسلام يظن أنه يستفيد من ذلك بركة فإن بركة لا تحصل بمثل هذا العمل إذ أن هذا ليس بجملة مفيدة تكسب معنى يمكن أن يحمل على أنه للتبرك ثم إن التبرك بمثل هذا لا يسوق لأن التبرك بالله وأسمائه لا يمكن أن استعمل إلا على الوجه الذي ورد لأنه عبادة والعبادة مبنىها على التوقيف ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سادقا أن توضع كلمة الله وبجانبها موازية لها كلمة محمد هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا يتوسط وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ثم إن التبرك بمجرد وضع وضع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز فالتبرك إنما يكون بالتزام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات وقد تبين ما فيها من مخالفة للشراء أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل نعم فهي أيضا محل نظر جوازها جوازها محل نظر وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الأصل فيه الجواز نعم لكن تعليقه أيضا على الفدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا أدري بالتحديد متى حصلت هذه البدعة فهي في الحقيقة بدعة لأن القرآن إنما نزل ليتلع لا ليعلق على الجدران وغيرها ثم إن في تعليقه على الجدران فيه مفسدة زائدا على أن ذلك لم يرد عن السلف تلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا المعلق ويعتقد أنه حرز له فيستغني به عن الحرز الصحيح وهو التلاوة باللسان لأنها هي الحرز النافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يفل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلح فالإنسان إذا شعر بأن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوا نعم لأن المجالس لا تخلو غالبا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشتم أو أفعال محرمة وربما يكون فيها شيء في هذه المجالس شيء من آلات الله التي حرمها الشرع فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس فكأنهم في الحقيقة يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء سواء كانت الآية المكتوبة في الآية التي يحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن فإن هذا بلا شك نوع من الاستهزاء في آية الله لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات لا بالنسبة لإسم من أسماء الله أو إسم الرسول صلى الله وسلم أو آيات من القرآن وليستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح فإن في ذلك الخير والبركة أما بالنسبة لسؤال الأخ والله قبل أن نأتي لسؤال الأخ ذكرتم أن تعليق القرآن الكريم على الجدران حبّل لو أشارتم لو إشارة عن تعليق القرآن الكريم على الأشخاص أنفسهم طيب نشير إليه بعد استكمال البحث أحسنت شواء إن شاء الله أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطع الأقدام فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم ولكن المخاطب بذلك من هي في يده إلا أن الباعها الذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحرين بيعها وللتجار بها لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء منحرم فإن ذلك العقد يكون حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم انتهت بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من نجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معدوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يتوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء نعم وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرق لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرق فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك نوع وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجألتني لله ندّا بل ما شاء الله وحده نعم فالتبرك إنما يكون بالتزام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات وقد تبين ما فيها من مخالفة للشرق نعم أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل نعم فهي أيضا محل نظر جوازها جوازها محل نظر وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الأصل فيه جواز نعم لكن تعليقه أيضا على القدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا أدري بالتحديد متى حصلت هذه البدعة فهي في الحقيقة البدعة لأن القرآن إنما نزل ليتلى نعم لا ليعلق على الجدران وغيرها ثم إن في تعليقه على الجدران فيه مفسدة زائدا على أن ذلك لم يرد عن السلف تلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا المعلق ويعتقد أنه حرز له فيستغني به عن الحرز الصحيح وهو التلاوة باللسان لأنها هي الحرز النافع فما قال النبي صلى الله وسلم في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يفل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلح فالإنسان إذا شعر لأن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوا لأن المجالس لا تخلو غالبا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشة أو أفعال محرمة وربما يكون فيها شيء في هذه المجالس شيء من آلات الله التي حرمها الشرع فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس لا فكأنهم في الحقيقة يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء سواء كانت الآية المكتوبة هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن فإن هذا بلا شك نوع من الاستهزاء في آية الله لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات لا بالنسبة لإسم من أسماء الله أو إسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات من القرآن وليستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح فإن في ذلك الخير والبركة أما بالنسبة لسؤال الأخ والله قبل أن نأتي لسؤال الأخ ذكرتم أن تعليق القرآن الكريم على الجدران حبل لو أشارتم لو إشارة عن تعليق القرآن الكريم على الأشخاص أنفسهم طيب نشير إليه بعد استكمال البحث إن شاء الله أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطع الأقدام فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم ولكن المخاطب بذلك من هي في يده إلا أن الباع هالذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحرين بيعها وللتجاربها لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء منحرم فإن ذلك العقد يكون حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم انتهت بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معدل ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرق لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرق فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرق على أن ذلك لم يرد عن السلف تلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا المعلق ويعتقد أنه حرز له فيستغني به عن الحرز الصحيح وهو التلاوة باللسان فإنها هي الحرز النافع فما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يفل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصله فالإنسان إذا شعر بأن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوا لأن المجالس لا تخلو غالبا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشة أو أفعال محرمة وربما يكون فيها شيء في هذه المجالس شيء من آلات له التي حرمها الشرع فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس فكأنهم في الحقيقة يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء سواء كانت الآية المكتوبة في الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن فإن هذا بلا شك نوع من الاستجاة في آية الله لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات لا بالنسبة لإسم من أسماء الله أو إسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات من القرآن وليستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح فإن في ذلك الخير والبركة أما بالنسبة لسؤال الأخ والله قبل أن نأتي لسؤال الأخ ذكرتم أن تعليق القرآن الكريم على الجدران حبا لو أشرتهم لو إشارة عن تعليق القرآن الكريم على الأشخاص عنه طيب نشير إليه بعد استكمال البحث حسن إن شاء الله أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطئ الأقدام فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم ولكن المخاطب بذلك من هي في يده إلا أن الباعها الذين يبيعونها إذا علموا أنها ليفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحرين بيعها وللتجار بها لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء منحرم فإن ذلك العقد يكون حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء نعم وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك لا رؤوس الناس لا فكأنهم في الحقيقة يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء سواء كانت الآية المكتوبة هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن فإن هذا بلا شك نوع من الاستشفاء في آية الله لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات لا بالنسبة لإسم من أسماء الله أو إسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات من القرآن وليستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح فإن في ذلك الخير والبركة أما بالنسبة لسؤال الأخ والله قبل أن نأتي لسؤال الأخ ذكرتم أن تعليق القرآن الكريم على الجدران حبا لو أشرتهم لو إشارة عن تعليق القرآن الكريم على الأشخاص أنفسهم طيب نشير إليه بعد استكمال البحث إن شاء الله أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطع الأقدام فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم ولكن المخاطب بذلك من هي في يده إلا أن الباع هالذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحرين بيعها وللتجاربها لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء منحرم فإن ذلك العقد يكون حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك لا أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الأسواق وفي الزبل وفي مواطع الأقدام فهذا أيضا لا يجوز لما فيه من امتهان القرآن الكريم ولكن المخاطب بذلك من هي في يده إلا أن الباعها الذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحرين بيعها وللتجار بها لأن القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء منحرم فإن ذلك العقد يكون حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم انتهت من بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك نعم قيمة أو غالبة إلى شيء من حرم فإن ذلك العقد يكون حراما نعم لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم انتهت بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية أو نفسية للاستشفاء بها فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرجعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء نعم وإنما الاستشفاء بقراءة ما 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 ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك نعم فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف نعم فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث إنه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء نعم وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك لا زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم نعم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرك فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك لا أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك لا عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك لا ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك لا سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك أدفتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرًا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك queremos أننا أحدثنا أمرًا لم يحدث الشارع وهذا نوع من الشرك الشارع وهذا نوع من الشرك